اشتركوا في القناة 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 عرضitat اشتركوا في القناة ميزة اشتركوا في القناة نحسر نصف حمضة نحسر نصف حمضة نحسر نصف حمضة نحسر نصف حمضة نحسر نصف ملحة نضيف ملعقة من الملح من الملح و الثاني الملح والملح الملح الملح وكيف يكون الوان الأسود اضفت هنا تقريبا مقدار ملعقة ونصف ممكن اضفين تلكمية دائما تبقى اختيارية على حسب الرغبة ديالك وغادي تخلطي لي هاد المكونات مزيان مزيان وهي الوصفة واجده بصحتك وراحتك هدا هو الشكل ديال الوصفة كما كتلاحظو ارا عاقدة معلك الا تبقية على سنينس ديالك لاحظو معي الكمية هاد الكمية ما غا تكفيش غي واحد را تكفي ثلاثة احتر ربعات الناس شوفوش حاد يعني را غي الاسنان ماشي منطقة اخرى يعني را تبارك الله الكيمية كثيرة فغادي تاخدي واحد هكدا يا الفورشات وكتغمرها ليه للمولاتي مزيان وطال ليه في سنينات ديالكم سنيناتكم راو ما كل شي بحيك اكيد هي الي كتبان ويهي كل شي في الوجه ديالنا فكتبدي هكدا تتفركي ليه سنينات ديالك المدة ديال الخمسة ديال الدقيق او عشرة ديال الدقيق ومن بعد لاحظي لي النتيجة او للفرق وهي امنة كمتلكم حتى الاطفالكم او لوليداتكم اللي يتعانو مدك الاسفرار وبغيتي هكدا غير في البيت ديالك وهي وصفة سهلة مهلة تخلصي من هاد المشاكل هادو فغت تخلصي منهم بفضل قصر ديال الموذك مكوين اساسي فضل الوصفة هادو وبفضل حتى هاد المكوينات تنوية اللي كيزيدوا يعطوا الوصفة عالية ويعطوا ميصدقية اكتر واكبر فكانت ها ديال وصفة ديال اليومة بعد ما تنتهيوا من فرق الاسنان ديالكم تقريبا لمدة ثلاثة ديال دقايق بهاد الوصفة هادي كدوزي التاني خطوة هي فرق الاسنان ديالك بمعجون اسنان وفرشات مخصصة لفرق الاسنان بشكل يومي وما نساوش نحكو سنينات ديالنا كل يوم بعد كل وجبة رئيسية وجبة الفطور الغداء والعشاء وايضا احتلوا مجا خصوصا الى شربنا اتاي او القهوة او الصلصات مثل الصلصات اللي كيبقوا في الاسنان ديالنا فكانت هادي هي الوصفة دياليوما تمنانكم سفت منها غزالاتي متنسونيش بليز حبيباتي من اللايكات ديالكم وتفعلوا في هاد الفيديو هادا تخليوا لي ايضا تعليقوا لي كومنتاق مرحبا بكم متنسونيش من دعوات ديالكم وتشاركوا في القناة تفعلوا زيال جرس تبغتاجوا الفيديو ولا تشاركوا في موقع التواصل الاجتماعي لعجبكم ونشوفكم في فيديو ماجي سلام عليكم